اشتركوا في القناة اذا كنتوا لسه مشتركتوش في قناة نفهم دروس مجانية سارعوا بالاشتراك فيها وفعلوا الجرس اللي جنب كلمة سبسكرايب حتى تصلكم كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله معكم معلم خبير محمد علي ويلا بينا نبدأ مع بعض الدرس بتاعنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن العلاقة بين المول وحجم الغاز احنا عارفين ان اي مادة صلبة او سائلة لها حجم سابط ومحدد يعني اي مادة صلبة لها حجم سابط واي مادة سائلة نفس الحكاية لها حجم سابط وانا اقدر اعين حجم اي حاجة صلبة مثلا بالمخبار المدرج او اعين حجمها لو كانت منتظمة الشكل ابتدي اضرب ابعادها ببعض واجيب الحجم ولو عندي سائل اقدر اعين حجمه برضو بالمخبار المدرج طيب حجم الغاز بقى بيساوي ايه بدايما حجم الغاز بيساوي حجم الاناء اللي موجود فيه يبقى انا عندي كده الغاز له حجم بيساوي حجم الاناء اللي هو الموجود فيه الذي يشغله قال ان انا لو عندي حجوم متساوية من غازات مختلفة يعني عمل كده حاجة اسمها فرد افو جادرو قال الحجوم المتساوية من الغازات اي غازات بقى مختلفة مالها بقى لو حطناها في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة قال لك ايه بقى بتحتوي على اعداد متساوية من الجزيئات طيب وهذا الفرد بيؤدي الى ايه بيؤدي الى انه هو افو جادرو نفسه قال ان اي مول من اي غاز بيبقى له حجم قدرو وقدر يعين الحجم ده اتنين وعشرين واربعة من عشرة لتر حيث ان ال ال دي هي اختصار لتر يعني اللي هو وحدة قياس الحجوم اللي باللتر اللي هو الف سنتيمتر مكعم واحنا عرفنا قبل كده ان اي مول من اي مادة بيحتوي على عدد افو جادرو من الجزيئات يبقى المول من اي مادة بيحتوي على عدد افو جادرو اللي هو ستة واتمين من مية في عشرة قس تلاتة وعشرين جزيئ طيب ايه هي الظروف القياسية اللي هي بنقول عليها ال اس تي بي اللي هي ستاندرد temperature and pressure يعني الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة درجة الحرارة اللي عندنا اللي هي سفر درجة مقاوية واللي بتساوي متين تلاتة وسبعين كيلفن اللي هي الدرجة الكيلفنية وبعدين عندنا كمان الضغط المعتاد الضغط المعتاد اللي هو واحد اتموسفير اللي هو بيساوي سبعمية وستين ميلي متر زقبك ده اللي هو بنسميه الضغط الجوي المعتاد اللي هو واحد اتموسفير او ممكن تقول ستة وسبعين سنتيمتر زقبك اللي اتنين صح يبقى احنا عرفنا معلومتين مهمين جدا ان اي مول من اي غاز في ال اس تي بي او في الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة بيبقى حجمه الغاز ده اتنين وعشرين واربعة من عشر لتر ويحتوي ايضا هذا المول على ستة واثنين من مية في عشر او ستلاتة وعشرين جزيه اللي هو عدد افو جادرو يبقى انا ممكن اقول كده ان واحد مول من اي مغاز في الدنيا بيحتوي على حجم غاز اللي هو الفي او الفوليوم بيقام باثنين وعشرين واربعة من عشر لتر والواحد مول من اي غاز بيحتوي على ستة واثنين من مية في عشرة قصة ثلاتة وعشرين جزيه يبقى دي حاجة مهمة جدا يا جماعة ان اي مول بيحتوي على حجم كده من الغاز وعدد جزيئات كده ومعدين افو جادرو عمل بقى قانون بعدما عمل الفرد بتاعه اسمه قانون افو جادرو والقانون ده مهم جدا لانه بيوضح العلاقة بين حجم الغاز وعدد مولاته فبيقول كده يتناسب حجم الغاز ترديا مع عدد مولاته تناسب تردي عند ثبوت درجة الحرارة والضغط يعني لو انا عملت علاقة كده ما بين الحجم وما بين عدد المولات حلاق ان العلاقة دي علاقة تردية بالمنظر ده يبقى ده كده اسمه قانون افو جادرو تعالوا تشوف مع بعض كده ازاي نحسب حجم الغاز انا ممكن اعمل المثلث العجيب اللي اقدر احل منه واجيب حجم الغاز فبقول كده لو انا عاوز حجم اي غاز في الدنيا بضرب عدد المولات بتاعته في اتنين وعشرين واربعة من عشرة لتر اللي هو حجم الغاز بتاع واحد مول منه يبقى انا ممكن اقول كده ان حجم الغاز بتاعي باللتر هيساوي عدد المولات بتاعت الغاز بالمول مضروبة في اتنين وعشرين واربعة من عشرة لتر لكل مول اللي هو الحجم بتاع الغاز لواحد مول فقط وانا ممكن اعرف فقه حاجة اسمها المول الغازي المول الغازي هنا هو عبارة عن كتلة اتنين وعشرين واربعة من عشرة لتر من الغاز في الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة اللي هي الاس تي بي يبقى هنا المول الغازي هو كتلة اتنين وعشرين واربعة من عشرة لتر من الغاز في الظروف القياسية تعالوا نشوف مع بعض كده مثال المثال بيقول احسب الحجم الذي يشغله واحد وستة من عشرة جرام من غاز الميسان اللي هو CH4 في الظروف القياسية عندك المعطيات بتاعتك الكربون بتساوي اتناشر والهيدروجين بيساوي واحد هنقولنا عشان نحسب حجم الغاز يا جماعة عايزين نجيب عدد المولات واضربها في اتنين وعشرين واربعة من عشر يلا نعمل نجيب مع بعض هنقول كده بقى عدد المولات بيساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية حيساوي طبعا احنا عايزين نجيب الكتلة بالجرام احنا عطينها لك اللي هي واحد وستة من عشرة جرام في المسألة الكتلة المولية بتاعت الميسان اللي هو CH4 بنحسبها الكربون باثناشر زائد الهيدروجين بواحد فاربعة هتساوي ستاشر جرام لكل مول جيبنا نجيب بقى عدد المولات عدد المولات اللي هو الان سمول ده بيساوي واحد وستة من عشرة على ستاشر هتساوي واحد من عشرة مول خلاص كده جيبت عدد المولات يلا اضربه في اتنين وعشرين واربعة من عشرة يبقول له كده حجم غاز CH4 اللي هو الميسان هيساوي عدد المولات بتاعته في اتنين وعشرين واربعة من عشرة ده اللي احنا قلنا عليه القانون اللي هستخدمه في 22.4 يعني عدد المولات في 22.4 هتساوي 22.4 والوحدة بتاعتك لتر يبقى كده انت جدت حجم الغاز مسألة سهلة جدا هات عدد مولاتك واضربها في 22.4 لتر هيدي لك حجم الغاز اللي انت عاوزه المسألة التانية عندنا النهاردة على حجم الغاز برضو بيقول لي كده احسب حجم غاز الاكسوجين اللازم ليه انتاج 90 جرام من الماء عند تفاعله مع وفرة من غاز الهايدروجين في الظروف القياسية اللي هي الستي بي بناء على التفاعل وكيب لك التفاعل بيقول لك كده اتنين هيدروجين اتش تو غاز زائد او تو غاز بيدينا اتنين اتش تو او فيبر ويجيب لك المواطعات بتاعتك بيقول لك الهايدروجين بكتلته بواحد والاكسوجين كتلته بستة عشر هنا بيقول لي احسب حجم الغاز ايه؟ غاز الاكسوجين اللي بينتج مية فيبقى انا كلامي كده بين الاكسوجين والمية فاقول كده الهايدروجين خلاص برا الموضوع هو بيقول لي احسب حجم غاز الاكسوجين اللي بينتج مية فاقول ايه؟ انا عندي غاز الاكسوجين الاو تو اللي هو الغاز ده بيديني اتنين اتش تو او اللي هم فيبر يعني بص كده واحد مول من الاكسوجين بيدي لك اتنين اهمة مول من المية اتش تو او اللي هو فيبر طيب الواحد مول من الاكسوجين ده بيدي كم لتر الحجم بتاعه؟ قلنا اتنين وعشرين واربعة من عشرة لتر هيدي كم مول من المية؟ هيدي اتنين مول اللي اتنين مول من المية بكم؟ هنأدرب بقى اللي هو نجيب الكتلة المولية للمية اللي هي اتش تو او هتساوي 16 الاكسوجين زائد 2 في 1 الهيدروجين هيطلعه ب 18 جرام لكل مول طيب يبقى 2 منه بكام هيعمله 36 جرام يبقى انا عندي 22 و 4 من 10 لتر اللي هو حجم الغاز الاكسوجين بيدي 36 جرام من المية طيب انا ليه عملت كده علشان هنا جايب لي هو 90 جرام من المية بيكلمني بجرامات فانت تحول من من حجم الجرامات علشان يبقى انت تعرف تحل المسألة هتقول بقى كام لتر من هنا بيدو 90 جرام من المية هتعمل المقص هتقول بقى كده 90 مضروبة في 22 و 4 من 10 لتر مقسومة على 36 هتساوي 56 لتر يبقى انت كده حليت المسألة وبكده اصدقائي خلصنا مع بعض درسنا النهاردة اللي هو بيتكلم عن المول وحجم الغاز ان شاء الله هحضر لكم كمية كبيرة من المسائل باذن الله وطرق حل الامتحان على التابلت قريبا جدا ان شاء الله كان معكم المعلم خبير محمد علي اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته